الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم أهلا وسهلا بكم مع حديث جديد وراوي حديث من الصحابة الكرام راوي حديث اليوم هو الصحابة الجليل أبي أمام الباهلي رضي الله عنه وأرضاه كان حريص جدا على طلب الشهادة ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة مرات وقال له ادعو الله لي بالشهادة فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يجيب ويقول اللهم سلمهم وغنمهم ثم أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له مرني بعمل أخذه عنك ينفعني الله به قال له الرسول صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم فإنه لا مثل له فكان أبو أمام ومرأته وخادمه كثير الصوم وكانت لا تقاض النار في بيته إلا عند حلول ضيف ثم أتى بعد فترة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له مرني بأمر آخر فقال له أعلم إنك لا تسجد لله سجدة إلا رفع الله لك بها درجة وحط بها عنك خطيئة رضي الله عنه وأرضاه اللي يهمنا هنا في الحديث ده كله إخلاصه في طلب الشهادة وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون قد نال هذه الدرجة بإخلاصه في طلب الشهادة ودلوقتي مع حديث اليوم عن أبي أمام الباهلي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت رجلا غزى يلتمس الأجر والذكر ماله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له فأعدها ثلاث مرات يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له ثم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف بيان لأمر مهم جدا إن إخلاص النية هو السبيل الوحيد لنيل الأجر والثواب من الله قولا واحدا أما لو أشرقت نية الجهاد مع طلب دنيوي زي طلب الغنيمة أو الزكر الحسن من الناس فلا شيء لك عند الله أنت متخيل؟ الحمد لله إن في واحد سأل علشان إحنا نتعلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا يعني إخلاصك في النية أهم من العمل نفسه دون إخلاص تخيل يوم الإيامة شهيد دون قتال وقتيل من المسلمين في النار اسمحوا لي أقولكم قصتين عن الإخلاص في النية ذهب قوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله نريد أن نخرج معك في غزوة تبوك وليس معنى متاع ولا سلاح ولم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم شيء يعينهم به فأمرهم بالرجوع فرجعوا محزونين يبكون لعدم استطاعتهم الجهاد في سبيل الله فأنزل الله عز وجل في حقهم قرآن يطلى إلى يوم القيامة ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون فلما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ودي قصة تانية عن أهمية الإخلاص في النية أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه في إحدى الغزوات أن فلانا سيدخل النار وكان فلانا هذا يقاتل مع المسلمين فتعجب الصحابة وراقبوا الرجل ليعرفوا حاله فوجدوه يقاتل قتالا شديدا فازداد عجب الصحابة ولكن بعد قليل حدث أمر عجيب فقد جرح هذا الرجل فأخذ سيفه وطعن به نفسه فقال له بعض الصحابة ويلك أتقتل نفسك وقد كنت تقاتل قتالا شديدا فقال الرجل إنما كنت أقاتل حمية عزة للنفس وليرى الناس شجاعتي ثم مات الرجل وصدق فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع وآسف جدا على الإطالة وأرجو من حضراتكم تنشروا الفيديو بين صحابكم وتعملوا سبسكرايب ولايك وشير للفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر